موسيقى يعني المنازعات الأسرية من الكيد الذي لاحظناه في المحاكم أن نحميها من تعسف من التحايلات إن شاء الله سنحاول أن نقدم مقترحات تحمي هذه الأسرة من كل هذه الأمور التي هي دخيلة على مجتمعنا على أسرتنا ونعيدها بحول الله إلى قيم الأسرة المعروفة قيم المغاربة قيم الإسلام وفي إطار سياسة جلالة الملك محمد السديس التي أساسها لا أحل حراما ولا أحرم حلالا نتمنى لهذه اللجنة إن شاء الله لهذه الهيئة المكلفة بالتعديل أن توفق في أشغالها بالنسبة للإرث جئنا بمقترح ويتعلق بالتعصيب وهو لتفادي مجموعة من تعسفات التي تقع من الورطة العصبة يعني هناك تعسفات من العصبة يتم إخراج المستفيدين مثلا من السكنة من بيت الأسرة يتم إخراجهم تعسفا على أساس حق ثابت للعاصب جئنا بمقترح يحد من هذا التعسف ومن هذا الكيد الذي يتم وفي مرحلة نحن في غنى عنها في المنازعات المالية لأن دائما الأسرة وفي هذه اللحظة نريد لها أن تلتائم وتجتمع وتتوحد وتتعاون وفي إطار التعامل بالمعروف جئنا بهذا المقترح لكي نتفادى تعسف الإخراج وتعسف الكيد في هذه المرحلة مقترحات متعددة لأنه أولا المقترحات تنصب على النقاط الأساسية التي هي رائجة والتي متدولة تناولها المجتمع المدني والباحثون وغيرهم مثلا تعدد مثلا ما يتعلق بتبوت النسب لأن تبوت النسب يتير إشكال هل نلجأ إلى الخبرة الطبية أم أنه لابد من الرجوع إلى المساطر التي ينص على الفقه الإسلامي مثلا بحلمي سطرة أو الولد للفرش لأنه هذه القواعد كذلك فيما يتعلق بتزويج القاصرة لأن تزويج القاصرات من بين الإشكالات المطروحة لأنه حتى التفاقية الدولية أنها تنص على أنه السن ديال الرشد هو 18 سنة وهو ما جعل القوانين المغربية تلائم التفاقية الدولية في هذا الاتجاه أنه جميع الآن سواء الرجال أو النساء الدكور أو الإنات لا بد من 18 سنة وتم تسوية بين يعني الأهلية المدنية اللي هي التصرفات وكذلك الزواج اللي هي 18 سنة دون 18 سنة بإذن الآن في إطار هذه المدونة ولكن يمكن يعني الآن في النقاش إما أن يحدث تزويج القاصرات أو أن يقيد يعني بشروط يعني قاسية جدا لماذا؟ لكي لا تستغل القاصرات لأنه تحمل مسؤولية الأسرة يعني تحمل كبير وعظيم جدا وبالتالي نبغي أن تكون هذه الفتاة قادرة على تحمل النتائج لمبعد الزواج أما الزواج نتائج ما بعد الزواج بمعنى إبرام عقد الزواج مسألة ربما قد تبدو سهلة ولكن نتائجها فيما يتعلق بالأسرة بالمجتمع بالأطفال بالأبناء إلى غير ذلك إذن هذه من بين النقاط اللي كانت اللي هي مهمة جدا كذلك من بين النقاط التي أترت هي مسألة يعني في المذكرة هي مسألة دي الاجتهاد لأنه الاجتهاد عنده واحد العدد من الأسس لماذا؟ لأن الاجتهاد كما يقول الفقهاء لا يمكن أن نجتهد في مورد النص منذك يكون النص واضح لا يمكننا أن نجتهد ولكن حينما لا يكون النص واضحا أو لا ينعدم النص أنا ذاك يجتهد وحتى في الاجتهاد القضائرة هذا هو المفهم ديالاجتهاد يعني أنه يجتهد حينما لا يوجد نص حينما يوجد نص واضح ما يسمى بالنصوص القطعية مثلا أو الاجتهاد أو النصوص الواضحة في القانون لا نحتاج نهائيا إلى اجتهاد ولكن نحن الغاية من كل هذه المقترحات وأعتقد أن الهيئة واعية بهذه المسألة وأن الغاية هو تحقيق التوازن الأسري لأن المدونة لن تكون مدونة المرأة ولن تكون مدونة الرجل وإنما تكون للأسرة ككل لكي يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس